اهلا بحضراتكم في تغطية اخبارية خاصة عن تفاصيل فتح باب التطوع للعمل بالمدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد اعلنت بعض المدريات التعليمية فتح باب التطوع للعمل بالمدارس وذلك لسد العجز في عدد المعلمين بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 وفقاً للكتابة الدوري رقم 26 لسنة 2021 بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس وطبعاً هناك شروط حددتها المدريات للتطوع لسد العجز هنقول لحضراتكم عليها واللي من أهمها أهم هذه الشروط هم الحصلون على مؤهل عالي تربوت وأيضاً الحصلون على مؤهل عالي وديبلومة تربوت ويشترط أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب لهم سلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية الدرجة الأولى هي الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة والدرجة الثانية الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد أيضاً من بين هذه الشروط العمل التطوعي مجاناً ولا يكتسب الحق في المطالبة في التثبيت أو التعيين أو التعاقد مستقبلاً على الموازنة العامة للدولة وينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة وإذا اكتملت هذه الشروط في المعلم المتطوع يبدأ في تجهيز مصوغات التطوع وهي الأوراق المطلوبة للتقديم والتي من بينها طلب من الراغب باسم مدير عام الإدارة التعليمية وفق النموذج المعد من قسم التنسيق الابتدائي وأصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع وعدد أربع سوار منها وأيضاً عدد أربع سوار لبطاقة الرقم القومي السريع وأصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور وأصل نموذج إنهاء الخدمة العامة للإناث وصور من شهادة الميلاد طبعاً في النهاية بنؤكد على أن العمل تطوع وليس بأجر ولا يحق لطالب التطوع أن يكتسب الحق في المطالبة في التثبيت أو التعيين أو التعاقد مستقبلاً على الموازنة العامة للدولة مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكراً جزيلاً لحضراتكم 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 اشتركوا في القناة